طب ممكن بقى تساعدنا عشان نبتدي رحلة الاتزان ورحلة التدريب على الخماسية دي اللي هي خماسية الخمسة جيم خماسية أول شيء الجدوى تاني شيء الجدية تالت شيء الجدارة رابع شيء الجودة خامس شيء الجمال أول حاجة كل يوم لما تصحى الصبح أنا أقول لك أعمال بسيطة ضع يدك على قلبك وقل اللهم يا من رزقت للحياة أسألك أن ترزق قلبي هدى واجعلني أستقبل في كل ما يقبل من حياتي يا رب العالمين رضاك تاني شيء بادر ما تقفش ما تتعطلش ما تتعللش لا بتعب في العظم ولا بكآبة ولا كبر سن ولا انشغال بال ولا تشتت بادر اعمل حاجة في أولها في بيوت مهددة بالسقوط لأن أهلها تعلموا التأجيل تأجيل الكلمة الحلوة وتأجيل الهدية وتأجيل الطبطبة وتأجيل كل حاجة فيحسوا أنهم ما ملهمش لازمة في حياة بعض لأنهم متأجلين كل حاجة متأجلة شوفوا كده واجعل الله ماذا بركة أمتي في بكورها كل ما تبدر تلاقي بركة ثالث حاجة اتعلم كل يوم ولو مسألة واحدة اتعلم معلومة في شيء أنت مسؤول عنه وخاصة في الأسرة في البيت في التربية في البنوة وفي العمل في الشغل وفي ذاتك إزاي تطور نفسك رابح حاجة كل يوم قبل ما تنام اجلس في خلوة مع الله خمس دائم إيه اللي حاصل إن وجدت نفسك أحسنت في شيء فقول الحمد لله على التوفيق وإن أسأل استغفر الله وعزم أنك تكون أحسن ودع الله سبحانه وتعالى أنه يعينك على ده خمس حاجة وآخر حاجة اوعى تنسى أبدا أن أنت دائما في مدد الله وخليك دائما أن أنت ما تقفش عاجز ولكن افتح أبواب البركة وافتح أبواب التعلم وقل كل يوم قبل ما تنام وفي الأوقات اللي أنت حسس أنت ضعيف فيها قل يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا سندي ويا سعدي أنت وحدك مددي يا رب جعلنا من أهل الاتزان عشان دائما نكون من أهل أنوار الإيمان بفضلك ومددك يا رحمن